السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الخميس العشر من شهر يوني 2021 أهم أخبار ألمانيا العناوين نتكلم عن الحالات نتكلم على تصريح جاء من عند مؤسسة شتيكو الخاصة باللقاح التي تقول بأن بعض الناس لا تتكون عندهم المناعة رغم اللقاح نتكلم أيضا أصدقائي كما أخبرتكم يوم أمس على هوية اللقاح الإلكترونية نتكلم أيضا أصدقائي على جديد يخص الشرطة الذين كانوا ينشطون في موقع دردشة عنصري وما هي آخر الإجراءات ونتكلم أيضا على دراسة جديدة حول الأغنياء في ألمانيا فترة كورونا وفي ألمانيا وكم عدد أغناء أغنياء ألمانيا نتكلم أيضا على ارتفاع نسبة شراء وبناء البيوت في الأرياف والضواحي والقرى في ألمانيا وفي الأخير أخبركم بآخر استطلاع للرأي سوف يظهر من سوف يحكم ألمانيا بعد السيدة ميركل فلنبدأ في البداية بالحالات سجلت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة 3187 حالة وتوفي 166 شخصا وعدد الحالات الجديدة لكل 100 ألف نسمة انخفض بشكل كبير في ألمانيا وأصبح هو 19.3 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة للقاح هو 38.637.929 شخصا وعدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتين هو 18.925.419 تصريحات صادمة جاءت من عند الجهة المسؤولة عن اللقاح في ألمانيا من عند مؤسسة شتيكو التي قالت اليوم أنه هناك ناس رغم حصولهم على اللقاح لا تتكون عندهم المناعة وقال رئيس مؤسسة ستيكو السيد توماس ميرتنس هناك دراسات متعددة تؤكد عدم تكون المناعة ضد كورونا عند بعض الناس الذين يعانون من أمراض أخرى ويأخذون أدوية وعند تلقيهم للقاح لا تتكون عند بعضهم المناعة وقال السيد ميرتنس أن هؤلاء الناس أغلبهم من عمل زرع أعضاء أو من يعاني من بعض أمراض السرطان أو من يعاني من بعض أمراض الروماتيزم أصدقائي قال في بعض الأحيان هؤلاء الأشخاص لا تتكون عندهم المناعة لأنه أصلا جهاز المناعة عندهم ضعيف أو منهمك بالمرض الذي يعاني منه الشخص لذلك من حصل على اللقاح دائما يأخذ الحضر خصوصا من يعانون من بعض الأمراض المزمنة لأنه لا يعرف هل الشخص تكونت عنده المناعة أم لا بسبب إذا كان الشخص يأخذ أدوية قوية قوية جدا يمكن يمكن أن لا تتكون المناعة لذلك كل الأشخاص المرضى كثيرا فليأخذوا الحضر رغم أخذ اللقاح انتبهوا جزاكم الله خيرا ويمكن بعدها أن تعملوا تحليلا لسحب الدم كي ترون هل أصبحت عندكم المناعة أوكي تحليل سحب الدم مكلف ويجب أن تدفعوه بنفسكم لكن على الأقل ستكون عندكم الطمأنينة بأنه فعلا تكونت عندكم مناعة ضد كورونا أصدقائي كما أخبرتكم يوم أمس أصدقائي بداية من يوم الاثنين يمكن لمن لقح أن يحصل على هوية اللقاح في هاتفه عبر بعض التطبيقات المصرح بها الآن من الحكومة الألمانية التطبيقات هو تطبيق كوفباس أو تطبيق كورونا فاغن أب وهناك يحصل الشخص على كو أغ كود أصدقائي وهذه هوية اللقاح الإلكترونية تسهل أمور كثيرة على من أخذ لقاح بحيث أن تكون عند الشخص في هاتفه هوية اللقاح ويمكن أن يسافر بها يمكن أن يذهب بها إلى التسوق أن يذهب بها إلى الأماكن التي تطلبها كما تقول الحكومة الألمانية بأنه يمكن الحصول على هوية اللقاح الإلكترونية في الصيدليات أو عند الطبيب أو في مراكز اللقاح المشكلة التي توجد الآن هو أن عدد كبير من الناس قد لقحوا نعرف بأنه تقريباً 18 مليون شخص حصلوا على جرعتين ويجب على الدولة يعني الدولة الآن عندها مشكلة كبيرة هو 18 مليون شخص سوف يرغبون بالحصول على هوية اللقاح الإلكترونية لذلك إذا كنتم قد حصلتم على لقاح من قبل يجب عليكم بداية من الأسبوع المقبل أن تسألوا في الصيدلية القريبة منكم أو تسألوا عند طبيب طبيبكم الخاص كيف تحصلون على الهوية الإلكترونية الرقمية يقولون بأنه الشخص يذهب إلى الصيدلية يخد معه دفتر اللقاح والأوراق التي تثبت بأن الشخص حصل على جرعتين من اللقاح أو حصل على جرعة واحدة من اللقاح مثلاً جونسون جونسون وهناك هم يحاولون إتبات الأمر وبعد ذلك يعطون للشخص كود يمكن أن يتأخر الأمر يعني لا تنتظروا أصدقائي بأنه ستذهبون الأسبوع المقبل وسوف تصبح عندكم هوية لقاح إلكترونية نعرف بأن الأسبوع المقبل سوف يبدأون بالأمر وكما قلت لكم هناك تأخر كبير 18 مليون سوف يطالبون بها فلذلك يمكن أن يكون هناك ازدحام يمكن أن يكون هناك تأخر يمكن أن تكون هناك بعض العراقيل التي يمكن أن تؤدي بأن لا تحصلوا على هذا الإتبات بسرعة لكن على الأقل تعرفون بأنه بداية من يوم الاثنين يمكن أن تحصلوا عليها عن طريق تطبيق وعن طريق الهاتف وأن تحاولوا وتعرفوا أيضاً هذا الخبر مثل باقي الألمان أصدقائي الآن سوف نمر إلى موضوع آخر بسبب التحقيق مع بعض ضباط للشرطة في مقاطعة هسن بانتمائهم إلى اليمين المتطرف بعد العطور على مجموعة للدردشة كانوا ينشطون فيها ويتبادلون كلاماً عنصرياً ويمينياً متطرفاً قام وزير داخلية مقاطعة هسن بحل مقر شرطة إس إيكا للتدخل السريع بمدينة فرانكفورت وقال لا يمكن القبول بهكذا أفعال نهائياً حالياً يتم التحقيق مع عشرين ضابطاً للشرطة وحصلت يوم أمس مدهمات إلى منازلهم لأنهم كانوا ينشطون في مجموعة للدردشة هذه المجموعة يمينية متطرفة أصدقائي سنمر الآن إلى موضوع آخر دراسة جديدة أثبتت أن الأغنياء يزدادون غنى وزادت طروة الأغنياء بشكل كبير ولم تؤثر عليهم نهائياً أزمة كورونا بالعكس بل زادتهم مالاً وزادتهم غنى ولوحد أن الأغنياء في ألمانيا يشترون العقارات بشكل كبير أكثر من الاستثمار في البورصة ورغم أنه أيضاً عدد المستثمرين في البورصة زاد سنة 2020 وسنة 2021 إلا أن الأغنياء يركزون على شراء العقارات يمكن أن يكون أيضاً هذا سبب من أسباب ارتفاع الإيجار وعدم وجود شقق لأن الأغنياء مستعدين أن يدفعوا أي شيء من أجل الحصول على تلك الشقة أو على ذاك البيت وهكذا ترتفع الأسعار بسرعة وهناك أصدقائي في ألمانيا أغنى أغنية ألمانيا أصبح عددهم 2900 شخص وهؤلاء الأشخاص 2900 شخص يستحودون على طروة كبيرة أصدقائي في ألمانيا الآن سوف نمر إلى موضوع آخر ارتفاع نسبة شراء وبناء البيوت في البوادي والقرى مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في بعض البوادي والأرياف والقرى في ألمانيا كثير من الألمان يبتعدون عن شراء بيوت في البدن بسبب الزحمة وبسبب الضجيج وبدأت الآن حالة جديدة هي البحث عن منزل بعيد عن المدن هذا الأمر أدى إلى ارتفاع أتمينة البيوت في البوادي والأرياف الآن أصبح الألمان يفضلون البحث عن الهدوء البحث عن الطبيعة البحث عن السكينة ويفضلون شراء بيوت وشقق في بوادي في ضواحي في أرياف لأن هناك يكون عندهم مجال من أجل راحة نفسية بعيد عن الضجيج وإذا رغبوا بالذهب إلى المدينة يذهبون إما بالقطار أو بالسيارة وهكذا يقضون حاجتهم ويرجعون إلى الهدوء والسكينة أصدقائي الآن سنمر إلى آخر موضوع استطلاع للرأي جديد يظهر من هو الحزب الذي يرغب الألمان انتخابه أصدقائي نعرف بأن الانتخابات ستكون بالشهر التاسع هذه السنة وآخر استطلاع للرأي يقول بأن الحزب الحاكم حزب تسي جي او الذي تنتمي له السيدة ميركل هو من يرغب الألمان أن ينتخبوا عليه ويقوده السيد لاشت حاليا ويمكن أن يصبح السيد لاشت إذا بقيت الأمور على ما هو عليه أن يصبح هو حاكم ألمانيا وخليفة السيدة ميركل حزب الخضر بالمقابل نزلت شيئا ما شعبيته بسبب أن حزب الخضر بدأوا يعملون أخطاء ويصرحون برغبتهم برفع الضرائب أو بزيادة تمنى البنزين تمنى الديزل تمنى المحروقات هذا الأمر خفض شيئا ما من شعبيته استطلاع للرأي يقول بأن الشعب الألماني بنسبة 28% مستعد أن ينتخب على حزب تسي جي او الحزب الحاكم 15% مستعدين أن ينتخبون على حزب SPD الحزب الاشتراكي 11% مستعدين أن ينتخبوا على حزب AFD الحزب اليميني المتشدد 10% مستعدين أن ينتخبوا على حزب FDP الحزب الليبرالي 7% مستعدين أن ينتخبوا على حزب اليسار 22% مستعدين أن ينتخبوا على حزب الخضر وكما نلاحظ انخفضت شعبية حزب الخضر بناقص 3% أصدقائي متشوق للانتخابات إن شاء الله مثلي مثلكم طبعا شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر